هو ده اللي انا عايز اسألك علي ما هو بمنتهى البساطة طبيعي خريج مش مطلوب لانه مش متعلم مزبوط فيصبح عبق على اي منشأة هيخش يشتغل فيها تطلع عام تطلع خاص هو عبق يمكن حتى الرئيس ضرب مثلا قالك يعني معقول ان احنا كل خريجين كليات الاداب والتاريخ او قسم تاريخ وقسم جغرافيا وكل دول مطلوبين في سوق العمل طب ازاي والرئيس كان واضح وقال لك انت عاوز العيال تتخرج او الولاد يتخرجوا لمجرد انهم ما يتخرجوا ده انت بتتخانق علشان يغشوا وهنا زي المبلكة دي المواجهة الحقيقية احنا هندحك على نفسنا يعني ما كانش فيه اولياء امور بيتظاهروا قدام ابواب المدارس عشان عاوزين نظام للغش تعال نفتكر الدراسة اونلاين ماشي حلوة كده الامتحان الحكومة قالت الامتحان هيبقى في الفصل في المدرسة اولياء الامور قالوا ايه لا عايزينها اونلاين انا راضي زمتك انت اخوي المواطن انت عايز ان تمتحن اونلاين ليه انا فاكر انا قلت اتكلمنا من سنة بالزبط ليه يعني الاول لما كانت الدراسة اونلاين كانوا الاهالي بيقولوا ليه افتحوا المدارس خلوا الولاد يروحوا المدارس هنقعدهم في البيت ليه انت الاول عاوز تخلص من عيالك اللي في البيت دول عاوز توديهم المدرسة انت مش عاوز الهوسة وعاوز العالي ترجع ايه مخدودة ايه ده انا هون ونبني انا امير والله العظيم حلو انت عايز العالي ترجع مهدودة انت مش بتودي العالي مدرسة عشان العالي تتعلم لا انت بتودي العالي للمدرسة عشان تنزلهم من على دماغك خلينا بقى حقيقين ووقعيين عاز العالي بقى معاها الشهادة وشكرا انا كده اتمت مهمتي في الحياة الوقت خد الشهادة البيت خدت الشهادة يا سلام كده هي دي المهمة مش مهمة هو خد شهادة تشغلوا ولا ما تشغلوش اتعلم صح اتعلم غلط بقاش فارقة بقنا يلا دخل طيب يعني انت عايزة لها تخش المدرسة ايوه كفانة اونلاين حاضر كفانة اونلاين يلا جماعة الامتحانات بقى في المدارس لا احنا عايزين الامتحانات اونلاين ليه؟ عشان ابو قف بيغششه عشان امه وقفة بتغششه عشان اخته واخوه قفين بيغششه عشان الواب يحط التليفون على حجره حتى لو بيمتحن اونلاين وفتحين الكاميرا بتاعت التابلت حطت التليفون على حجره كل شوية عمال يبص عشان يطلع على الإجابة هو كده اتعلم وكده امتحن وكده اجيز خدت الابتدائية ولا الاعدادية ولا الصنوية لا خدش حاجة خد بمبة يبدأ يواجهها لما يتخرج من الكلية بقى قاعد عارف انت وصحبك اعزل سعيد صالح الله يرحمه اعزل معهوش اي اسلاح ده لو بيعرف لغات ولا اتعلم حاجة في المدرسة ولا اتعلم حاجة في الكلية فتا دي جي تقول ليه وليه الدولة ما بتشغلوش اهو هشغلو ايه حبيبي ما يعرفش حاجة هشغلو ايه طب وليه الدولة ما بتعلمش اقولك علشان ده واحد بقى او ده الاساس اللي تبنى عليه الجلسة النقشية بتاعت النهار عشان احنا بنزيد اتنين وسبعة من عشرة مليون بني قدم كل سنة علشان بالزيادة دي بالزيادة دي احنا عايزين اربعين الف فصل دراسي كل سنة لو هنفضل نزيد كده اربعين الف فصل دراسي يعني كل سنة تبني تبني بس بعشرين مليار تكلفة الفصل في اطار البناء المتكامل بتاع المدرسة ده لسه من غير مدرسين من غير مساعدين مدرسين من غير هياكل ادارية من غير عمال من غير صيانة من غير فطورة مية من غير فطورة كهرباء انت بنيت عشرين مليار دولار عشرين مليار جنيه مدارس كل سنة ابني لسه ما دفعتش ولا اجور ولا صيانة ولا فواتير ولا غيره اشتركوا في القناة